موسيقى نها ما يؤكد على الحاجة الى التجربة البريطانية في ترحيل اللاجئين الداخلية ترسل وفدا الى تركيا ولبنان للتحقيق في الوثائق المزورة وزارة التعليم تقر خطة الزامية لحماية الطفل الداخل المدارس تأسيس صندوق بقيمته 500 مليون يورو لدعم التصدير الى اوكرانيا اعتقال طالبي لجوء هنديين متهمين بجريمة قتل في بريطانيا النمسا تشهد تغييرا جذريا في الية جباية فواتير الكهرباء متابعينا نحييكم اينما كنتم واليكم نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اشهد المستشار النمساوي بنموذج رواندا البريطاني لترحيل الاشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة دون اوراق قانونية رغم عدم تنفيذ اي عمليات ترحيل حتى الان جاء ذلك في المؤتمر الصحفي مع نظره البريطاني ريشي سوناك الذي يزور فيينا وبعد محادثات ثنائية ادل الزعيمان ببيان مشترك دون طرحي اسئلة من الصحفيين ووصف نيها مار بريطانيا بانها رائدة في الاتحاد الاوروبي مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية لضمان اجراءات عمليات اللجوء في دول ثالثة امنة حسب وصفه ارسلت وزارة الداخلية نمساوية بعثة الى تركيا للتحقيق في طريقة اصدار الوثائق السورية المزورة وذلك بعد الكشف عن عدد من الوثائق المزورة وفي اطار جهود لمشم للأسرة زار مسؤولون نمساويون تركيا لتبسيط العمليات وتشديدها ومن المقرر ايضا ارسال بعثة اخرى الى بيروت لاستكشاف الامور بشكل اعمق وفي مواجهة هذا التحدي يعتمد المسؤولون على اختبارات الحمض النووي للتحقق من صحة الوثائق وهو اجراء يكلف 270 يورو ويتوقع ان يطبق بشكل اكبر في المستقبل اعلن وزير التعليم النمساوي مارتين بولاشيك عن خطة الزامية لحماية الاطفال في المدارس ردا على ارتفاع معدلات الجريمة في المؤسسات التعليمية واظهرت احصائيات وزارة الداخلية زيادة في الجرائم في مختلف المناطق مع ارتفاع ملحوظ في فيينا حيث تهدف الخطة الجديدة الى توعية المدارسين والطلاب وتعزيز الامن وتوظيف المزيد من المختصين الاجتماعيين لدعم الطلاب وتشمل الخطة ايضا تحسين اجراءات الامن وتعزيز التعاون بين المدارس والشرطة اعلنت وزارة المالي النمساوي عن اطلاق صندوق ائتماني بقيمة 500 مليون يورو لدعم الشركات الوطنية المصدرة الى اوكرانيا خلال السنوات الخمسة المقبلة ويأتي هذا القرار استجابة للمخاطر المتزايدة التي تواجه المصدرين والمستثمرين النمساويين بسبب الاوضاع العسكرية في اوكرانيا حيث سيتم تقديم الدعم عبر صندوق اوكراني مخصص في بنك المراقبة النمساوي لتغطية تكاليف مخاطر التصدير ومن المتوقع يتم جمع مليار يورو من المؤسسة المالية الدولية مما يفتح الفرص للمصدرين النمساويين للمساهمة في اعادة الاعمار في اوكرانيا اعتقلت الشرطة طالبي لجوء من اصول هندية مشتبه بهما في واحدة من اكثر جرائم القتل اثارة للجدل في بريطانيا وتم اعتقالهما في مركز للاجئين في النمسا العليا حيث تم تعقبهما واعتقالهما من قبل وحدات المباحث المحلية يوم الاثنين وذلك بعد بلاغ من الانتربول الدولي ويشتبه في انهما شارك مع سبعة اخرين في قتل مواطن هندي في اغسطس 2023 بمدينة شروزوبير البريطانية وهو عامل في شركة دي بي دي للشحن وقد تم ضربه حتى الموت ونقل المشتبه بهم الى السجن تمهيدا لتسليمهم الى المملكة المتحدة تطبق طريقة جديدة لحساب فواتير الكهرباء في النمسا حيث ستصبح الفواتير شهرية بدلا من سنوي اعتبار مياناير وستصدر فواتير الكهرباء شهريا لعكس الاستهلاك الفعلي بدلا من تقسيم التكليفة السنوية الى اقصاط متساوية وهذا سيقلل من المفاجآت الكبيرة في نهاية العام اذ ستعكس الفواتير الشهرية الاستهلاك بشكل ادق فيما يتخوف مراقبون من هذه الخطوة بسبب صعوبة تخصيص الاموال لفواتير الكهرباء الشهرية للأسر ذات الدخل المنخفض خاصة خلال الشتاء ولذلك دعت نائبة عمدة تيلينز لجعل الفكرة اختيارية ومع نهاية نشرتنا مشاهدينا نذكركم بتحميل تطبيق انفو جراد على هواتفكم انتم معكم انا ادام اللي جي اطيب الاوقات الى اللقاء اشتركوا في القناة